السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خطأ بين السجدتين يبطل الصلاة فحذر منه وهل تعرف ماذا يقال بين السجدتين؟ لكن قبل أن نبدأ ألمرجو منكم ترك إعجاب لهذا الفيديو ليقترحه نظام اليوتيوب فيصل أكبر عدد من المسلمين وتعوم فائدة ولا تنسوا أن الدال على الخير كفاعله إخواني كرام الجلوس بين السجدتين من الأركان الواجبة في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الرجل الذي أساء في صلاته فالأبي ويت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي قالها ثلاثا فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن ركعا ثم ارفع حتى تأدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفعل ذلك في صلاتك كلها روه البخاري ومسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بالجلوس بين السجدتين وبالإتمئنان فيه وعن رفاع بن رافع أن رجلا دخل المسجد فذكر نحوه قال فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته رواه أبو داود والنسائي وصحة الألباني في صحيح سنن أبي داود والأصل في الأمر الوجوب وعلى هذا جماهير أهل العلم ولذا ذهب الحنابلة والشافعية إلى وجوب هذا الجلوس كما في المعني لابن قدامى والمجموع للنووي وذهب إلى هذا القول طائفا من المالكية والحنفية بل صرح الحنابلة بأن هذه الجلسة بين السجدتين من أرقان الصلاة التي لا تسقط بحال فالجلسة بين السجدتين والطمأنينة لها واجبان أو ركنان من أرقان الصلاة على ما صرح به الحنابلة وحد الطمأنينة أن يسكن في جلسته أدنى سكون معتضر وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفي رواية من خزيمة ثم ارفع حتى تعتدل جالسا فبان أن المطلوب من الجلسة بين السجدتين أن يعتدل فيه وأن يطمئن ويسكن في اعتداله ذلك فإذا لم يعتدل الاعتدال الواجب بل بقي حاله إلى السجود أقرب منه إلى الجلوس فقد صرحوا ببطلان صلاته قال رمري رحمه الله متنحنى حتى خرج من حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله يقال في السجود انتهى من نهاية المحتاج والله أعلم ماذا يقال بين السجدتين روى النساء بن ماجة عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ورواه ابداود عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهديني وارزقني ورواه أيضا الترمدي وفيه وجبرني بدل وعافني فيشرع الدعاء بين السجدتين بأحد هذين الدعائين أو بهما معا ولا بأس بالتكرار أو الزيادة على ما في هذين الحديثين والدعاء بما شاء ما لم يكن إثماً أو قطعة رحم فقد نص على ذلك أهل العلم والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومستنى بسنته إليه ومدين إخواني كرام ونشروا سنة نبيكم ورحمكم الله فالدالوا على الخير كفا إليه إذا أتممتم الفيديو إلى آخره فلا تخرجوا قبل ترك تعليق بالصلاة والسلام على نبينا محمد ولا تحرموا أنفسكم أجر مشاركة هذا الفيديو كي تعم فائدته على الخير كفاعله